تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نظمت الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين عرضا مرئيا بعنوان السياحة الرياضية المستدامة وتناول العرض المرئي تسليط الضوء على دور السياحة الرياضية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة بالمجتمع ومساهمتها في تحقيق الأبعاد الاقتصادية التي تنعكس على تطوير المنظومة الرياضية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد خلال كلمته إن السياحة تعد نموذجا للعلاقات المتنوعة بين شعوب العالم وهي وسيلة لتحقيق السلام العالمي وتساعد على التنوع الحضاري والثقافي وهي عنصر فعال في التغير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ولعل السياحة الرياضية تعد من الأوجه السياحية التي تلقى رواجا كثيرا فهي وسيلة للترويج والتسويق عن البلدان بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والرياضية وتعتبر من الفرص الكبيرة في صناعة الرياضة والتي تسهم في رفع مستوى الدخل والاقتصاد الوطني وتبع سموه ومن هذا المنطلق فقد رسمنا الخطط والبرامج التي نسعى لتنفيذها من خلال الهيئة العامة للرياضة وذلك لترجمة توجيهات سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لجعل مملكة البحرين وجهة رئيسية للسياحة الرياضية عبر احتضان وتنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية وذلك بما يتماشى مع اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي للوزراء حفظه الله لدعم القطاع الرياضي بالإضافة إلى الاستراتيجية التطويرية التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلال الشباب والرياضة للدفع بالجهود نحو النهوض بالرياضة وتحولها إلى صناعة لدعم عجلة الاقتصاد الوطني وأكد سمو أن الهدف هو استثمار السياحة الرياضية لتنمية وتنويع مصادر الثروة البشرية من أجل القيام بتنفيذ البرامج التنموية والمشاريع التي تساهم في تطوير المنظومة الرياضية بالصورة التي تضمن تحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي موجها شكره وتقديره للهيئة العامة للرياضة والجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين لتعاونهم في تنظيم هذا العرض المرئي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر